الفارق بين المرشحة الديمقراطية للرئاسة كمال هارس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب يتسع في استطلاعات الرأي الوطنية آخر الاستطلاعات الذي أجرته الـ ABC News إبسوس يظهر تقدم هارس على خصمها ترامب بست نقاط في عموم الولايات الأمريكية الاستطلاع أظهر تقدم هارس بين الناخبين المحتملين بنسبة 52% مقابل 46% لترامب بينما استحوذت على نسبة 50% بين الناخبين الأمريكيين المسجلين مقابل 46% لترامب للحديث أكثر ينضم إلينا من واشنطن مرسل الشرق عزوز عليلو عزوز أهلا بك ويعطيك العافية عزوز يعني ماذا عن آخر استطلاعات الرأي طبعا في ظل الحديث مثل ما ذكرنا بالخبر على توسيع هارس تقدم على ترامب نعم أكيد راشا هو صراحة سباق الانتخاب يدخل مرحلة السرعة النهائية كما تسمى لأنه لم يعد يفصلنا سوى 62 يوما تقريبا عن يوم الاقتراع وبالتالي الأكيد فإن استطلاعات الرأي ربما سوف ترسم لنا صورة أقرب نوعا ما عن ما سوف نشاهده في يوم الاقتراع لكن على الرغم من ذلك فالأحداث الأخيرة أظهرت لنا بأنه لا يمكن توقع ما قد يحدث في يوم واحد حتى الآن اللحظة كما لا هارس أكيد هي وسعت الفارق على المستوى الوطني لكنها كذلك أظهرت بأنها تقدمت للمرة الأولى تقريبا منذ توليها يعني ترشيح الحزب الديمقراطي على دونالد ترامب في الولايات المتأرجحة التي توجد فيما يسمى بولايات حزام الشمس الحديث هنا عن جورجيا وعن نيفادا وعن أريزونا هذه الولايات الثلاثية في العادة تميل إلى الجمهوريين كان ترامب يتقدم على بايدن حينما كان مرشح للديمقراطيين فيها بنحو خمس نقاط الآن تظهر الاستطلاعات بأن كامالا هارس أصبحت متقدمة على ترامب في هذه الولايات وهو ما يفتح الطريقة أمامها للفوز بالبيت الأبيض لأن هذه الولايات حاسمة لا يمكن لترامب الفوز بالرئاسة إلا عبر الفوز في هذه الولايات الثلاث لكن كما ذكرت فإن هذه صورة تقريبية الآن التركيز كله سوف يكون على المناظرة الرئاسية الأولى بين هارس وترامب الأسبوع المقبل هذه المناظرة هي التي ربما في حال حدثت هناك أخطار كبيرة سواء من جانب ترامب أو هارس قد تؤثر بالضبط هذا اللي أسأله كيف عم بتتعامل حملة ترامب مع الاستطلاعات هل عم بتعيد توجيه خطابات ترامب ومثل ما ذكرت طبعا هناك المناظرة الأسبوع المقبل نعم أكيد بالنسبة لترامب كان هناك تشكيك في مصداقية مثل هذه الاستطلاعات كذلك يقولون بأنه يعني بايدن كان قد انسحب من السباق وانهزم أمام ترامب بعد المناظرة الرئاسية والأمر ذاته سوف يحدث هذا بحسب تصريحات ترامب ومسؤول حملة ترامب لكن حتى الآن حسب ما تظهره التقارير فإن دونالد ترامب يوجد الآن في حالة دفاع بالنسبة لكمال هارس لديها الزخم هي حتى الآن لا تحتاج للقيام بشيء الكثير خلال تلك المناظرة سوى تفادي حدوث أي خطأ كبير من جانبها قد يكلفها انتخابيا لكن هذه المسألة تضع ضغوط أكبر على دونالد ترامب في تلك المناظرة بحيث يرتقب أو تعمل حتى مثلا حملة هارس على استفزازه من أجل مهاجمتها شخصيا بدل تركيز عن سياستها الضغط كله الآن على ترامب من أجل قلب هذه النتائج ولكن لا يمكن توقع ما يمكن أن يحدث الحوار الأول الذي أجرته كامالا هارس الأسبوع الماضي أظهرت أنها لم ترتكب أي أخطاء على الرغم من أنها واجهت صحفية متمرسة من قبل قناة CNN ولكن هل يتكرر الأمر ذاتي خلال المناظرة هذا ما سوف ننظر إليه إلى الآن بالنسبة لكمالا هارس فهي تواصل حملتها الانتخابية في معاقل دونالد ترامب اليوم تقوم بحملة انتخابية في فلوريدا في منطقة بالم بيتش حيث يقيم دونالد ترامب للتركيز على مسألة الحقوق الإنجابية والحق في الجهاد الذي تحاول ما أمكن أن تجعله أولوية في هذا الصباق الانتخابي بالنسبة لدونالد ترامب فهو يحاول ما أمكن التركيز على ملف الهجرة وعلى ملف الاقتصاد هذا ما أبنه خلال حوار أجراه اليوم مع مذيع البودكيس الشهير أليكس فريدمان نعم مرسل الشرق عزوز عليه كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك يشهد وادي السيليكون انقساما غير مسبوقا في الأراء السياسية بين القادة وشخصيات البارزة في عالم التكنولوجيا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية صحيفة وول ستريت جونال الأمريكية أشارت إلى تصاعد حدة الاتهامات والانتقادات العلنية بين قادة صناعات التكنولوجيا مشيرة إلى أن الصراع الداخلي كان نادرا في الانتخابات السابقة إذ كان القطاع يميل تاريخيا إلى اليسار في انتخابات عام 2016 الأمريكية دعم مستثمر سيليكون فالي المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ضد الجمهوري دونالد ترامب قبل أن يصبح رئيسا وحين ترشح ترامب عام 2020 إلى دورة ثانية ضد الديمقراطي جو بايدن صوت المستثمرون أيضا لبايدن بنسبة 73% ولكن في ترشح ترامب الثالث إلى الرئاسة قسمت الآراء السياسية لقادة سيليكون فالي بشكل غير مسبوق بينه والمرشحة الديمقراطية كاملو هاريس السبب أنه طيلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن واجه مصنع التكنولوجيا العالمي عوائق عدة في مقدمتها رفع وزارة العدل دعاوى مكافحة الاحتكار وتراجع البيت الأبيض عن ضمان التدفق الحر للبيانات عبر العالم مشكلات استثمرها ترامب لاسترضاء قادة سيليكون فالي فلبى طلبهم بترشيح جيدي فانس لمنصب نائب الرئيس الأمريكي وفق صحيفة نيويورك تايمز هذا لم يكن كافيا لأن سياسة ترامب لا تتوافق تماما مع عمالقة التكنولوجيا ولسيما بعدما وعد بإنهاء تفويد السيارات الكهربائية منذ اليوم الأول لانتخابه رئيسا هنا توجهت أنظار كبار مستثمري قطاع التكنولوجيا نحو هارس التي دعموها بتبرعات قدرت بعشرات ملايين دولارات خلال يوم واحد لما لا؟ وهارس ارتبطت وفق مجالة تايم بعلاقات شخصية مع مسؤولين في جوجل وأوبر حينما شغلت منصب المدعي العام في كاليفورنيا ولطالما أعلنت جهارة أن مؤسسة سيليكون فالي ستكون مركزا من أجل تبادل المعلومات والخبرات ومواجهة التحديات التكنولوجية بغض النظر عن دوافع خلاف قادة التكنولوجيا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية إلا أن انقسامهم السياسي وفق صحيفة وارستريت جورنال قد يدهور العلاقات التجارية في الولايات المتحدة